يعني دايما الاهلي بيسجل اهداف كتير في اللقاء الواحد ودي كورة ملعوبة امامية عالية خطرة جدا وحلوة حلوة حلوة جول يا ولد يا لعيف ادي الهدف الاول ادي الهدف الاول بقى ليه النادي الاهلي يوسف عبد الحفيز الحبايب على التقلق عودونا ورجعوا من تاني وفرحونا هدف حلوة اوي ليه يوسف عبد الحفيز في هذه اللحظات مشاهدين العزاء شوف بقى يوسف عبد الحفيز لما كمل داخل منطقة الجزاء ادر ان هو يسجل الهدف الاول وطلع بقى عبد المنعم تامر في اللقطة الماضية ادي الكورة ادي فارس خالد شوف فارس خالد لعب الكورة العرضية الحلوة ودي بقى يوسف عبد الحفيز طالع يوسف اللي مكمل داخل منطقة الجزاء وسط اتنين مدافعين ولكن الراجل بمنتهى العزيمة ومنتهى الاسرار ومنتهى الحماس لعبها بلعبة رأسية حلوة جدا على يسار حارس المرمى عبد المنعم تامر اللي استطاع بقى يوسف عبد الحفيز ان يخدع سناء دفاع نادي زد ما يحرس مرمىهم ويسجل الهدف الاول النجم اللي امام حضراتكو في مباراة اليوم يوسف عبد الحفيز اذا الاهل يتقدم في دقيقة اتنين وعشرين من عمر واحداث وبداية الشوت الاول من المباراة